مرحبا أهلا وسهلا فيكن رح نحكي عن النهار الجمعة جمعة مباركة عليكن جميعاً ثلاثين قاب شو الأخبار الفلكية اللي بدأت طال كيفية الأبراج أكيد الأمر رح بيضلوا ببرج السرطان طيلة النهار حتى للمساء رح ينتقل يعني المساء الساعة 8 دقايق بتوقيت بيروت والسعودية ينتقل الأمر إلى برج الأسد يعني الأسد والأبراج النارية رح يتقلقوا من عند المساء من هلأ إلى وقته الأبراج المائية رح بتكون أمور منيحة العزراء رح بظلوا منيح بس بعدين بدوا يتعب الثور أكيد رح أنا بقل لك خلص كل أمورك مواليد برج الثور لأنه الأمور بتكون جيدة للكم الجدي أكيد بتتنفس عند المساء وخلونا شوف بالبداية برج الحمل شوفي عنده مواليد برج الحمل أنتوا من الأبراج يلي كأنك كتير عم تهتم بكل التفاصيل بعائلتك من اهتمامات بالعائلة من شراء حاجيات من أمور تتعلق بالصحة وهيدا نهار بقل لك جرب رأي حالك تعبت كتير كل هالأسبوع بيطلع لك راحة بيطلع لك تقعد وتهتم بحالك ما تشهد حالك كتير يمكن يكون عندكم مناسبات يمكن جيلة عندكم حدا نضيوف أنت هيك عم بتعيد النظر بهيكلية ونظام البيت بهيدا النهار ولكن أكيد من عند المساء الأمور بتصير أفضل لمولود برج الحمل وتتعلق بانتقال الأمر لبرج الأسد أما برج الثور ثورية أنا بقل لك أنك أنت من الأبراج رح بتظلك هيك متقلق وأمورك العاطفية حلوة حتى عم تنال السعادة من محيطك خاصة أن مع الأخوة مع الجيران مع الأحباب في سرعة بديها في تنقلات في سفر في اهتمامات بكل شي حتى أنا بقل لك أنه هذه الفترة فترة رائعة لإلك لأنك من الأبراج الجميلة ولكن عند المساء وكأنه بصير في اهتمامات عائلية بحث مع العائلة ونقاشات حلوة واجتماعات عائلية أما موليدة برج الجوزائية أنا بقل لك يعني حل لك مصاريف بقى صرفت كتير مهي كتير صرفت وكتير كان عندك تستيدي تيون ونفقات وبعدك عم تصرف غراض لإلك مشتريات عم نزدي على البنك نزدي على السوق بس في أخبار حلوة تتعلق بعمل ولكن أنا بقل لك أنه عند المساء الأمور بدأت تصير أحلى وأسلس بانتقال الأمر لبرج الأسد بدأ يزيد حظك ورح يكون عندك تنقلات واتصالات واجتماعياتك حلوة ويمكن على بالك تطلع فيك تطلع أما موليد برج السرطان السرطان أنت من الأبراجي الأمر عندك رح بتظلك متقلق قلبا وقالبا حضورا وغيابا نعم أنت اليوم بهيدا النهار فيك تعتمد على حالك ما أنك بحاجة لمساعدة من حدا الشمس بأحلى موقع الأمر عندك يعني فيه اهتمامات بالكل عم بتقدم كل ما لديك لتأمن حتى راحة الكل جرب أنا بقلك خلص كل اهتماماتك كل ما هو الأمر عندك حتى لو انتقل الأمر للمسا لبرج الأسد رح بتظل عندك هيك العزيمة والإرادة وعن بتظلك صلب ولكن بصير في عندك تفكير بأمور تتعلق بمال وعمل أما موليد برج الأسد أنت من الأبراجي اللي بدي أطلب أنك تظلك رايي تعد للعشرة وهيكي خلقك دايق فيه ديقة خلق ما عم بتقدر تطيق حدا يعني يلي عنده ولاد بقلوش لدي على ولاده يلي متزعل مع الحبيب ما بده يسمع الحبيب فيه ديقة خلق فيه عدم رغبة بالتواصل بتحس حالك راوح مكانك وفيش عم بتحرك وفيش عم بيزبط معك صار في عندك شوية خلفات مع البعض شوية تسوطة فيهم ولكن أنا بقلك روء وهدي انطور الأمر اللي إيش اللي عندك عند المسا الساعة 8 و 8 دقايق بتوقيت بيروت والسعودية وهيك بتتغير معطيات لصالحك وبتكون للأبراج السعيدة أما موليدة برج العزراء العزراء انتم من الأبراج يلي أكيد رح بطل عندك النشاطات والاتصالات واللقاءات وخاصة مع الأصدقاء وفيه يمكن أمنية تتحقى في مكاسب مالية فيه أخبار مطمئة تتعلق بعمل وكمان أنا بقلك انك انت ساير شاطير منك هين أوي ما بقى عم بتكون تعبين لأنه خلاص هلأ الشمس عندك والأمور كلها عم بتكون هيك بتحركات إيجابية إلى الأفضل فهيدا النهار يمكن عم بيطالك السفر عندك اهتمامات ببعض الأمور الوراق بالقضايا بالدراسات كل أمور بتمشي بس أكيد بس يوصل الأمر لبرج الأسد بدنا نروق ما بدنا نتهور نكون عقلينية ما في شي سيء بس أنه بتهدى بتهدى هيك الأجواء بتبطل فيها السخب برج الميزان مواليد برج الميزان انتو من الأبراج اللي بعدك هيك في عندك شغلة بال بأمور تتعلق بعمل بترقية يمكن عندك اجتماع راسك ملبك شوي عندك نقاشات مع ناس مع أكبر منك بدك تاخد رأيك بدك تاخد رأيون وفي أنا بقلك حسن علاقاتك مع الزوج حسن علاقاتك مع اللي أكبر منك كون ودود وصدقني أنا بعرف أنكم تعبانين هلأ الشب تصير تطير ضغط عليكم بس أنا بقلك أنه نهار بس عندي المسأل أمر بانتقال لبرج الأسد رح يساعدك ورح تتحرر هيك من كل القيود ورح يكون في أخبار مطمئنة وأمنية أو خبر غير متوقع لإله أما مواليد برج العقرب العقرب انتو من الأبراج يلي هيدا نهار رح بتضلك ناشط بالسفر بالاتصالات البعيدة بأخبار مطمئنة بالدراسات حتى مولود برج العقرب عم بيكون في عنده سند من أصدقائهم وعم بيكون عنده زخم بكل العلاقات لأنه الأمر بالسرطان بيخليه هيك قوي فبقل لك خلص كل اهتمامتك بعدين الأمر لو انتقل لبرج الأسد في شي بده يتضوع عليه بدك تكون تحت الأضواء وفي شهلة بال بأمور تتعلق بعمل وأمور باجتماعيتك يعني اجتماعيتك بده تقوى أكتر عند المسأ بس يفضل للمولود مش العقرب التكتم عن كل تحركاتها أما مولود برج الكاوس الكاوسية انت من الأبراج اللي عم بتناقش أمور مالية وكان عندك مكاسب مالية ولكن أكيد صحية بدك تحسن بدك تقدر تنشط بهيدا النهار على كافة الأصعي ده فيه مصالحات بالطالق فيه كلام يحطى بحقك بالمنيح وبقل لك عند المسأ أكيد الأمر بيتفاعل معك ببرج الأسد بيحملك السعادة وبيحملك الأخبار المطمئنة والأمور العاطفية بتكون حلوة وممكن تتلقى اتصال بفيشأك أو يمكن يكون عندك مكاسب مالي أو ناطر حوالي مبارئين ناطر شيء من الخارج بتحصل عليها بهيدا الفترة أما مولود برج الجدي انت من الأبراج يعني شويكي في عندك مواجهات في عندك عتب كان بقلبك ما كنت مرتاح كتير صار في شوية خلافات بوجهة النظر ولكن يبقلكون اليوم خليكن هيك ودودين ما تصعدوا الأمور أكتر حملوا خفيفة ما بنقول كبرها بتكبر زغرة بتصغر لأنه عند المسأ بس ينتقل الأمر لبرج الأسد بتقول يا ريت ما عملت مشكل ويريت ما توقفتها بالكلم لأن الأمور رح بتصير أفضل وما تنسى أنه الشمس بقى أحلى موقع لك في أمور بالية بدك تشط فيها ورح يكون في عندك مصالحات واهتمامات بشراء الشيء ثميني أما مولود برج الدلو انت من الأبراج يلي هيدا النهار بعدك هيكي كأنك مش خالص أشغالك ما خالص دراستك ما خالص مشاريعك ما خالص العقود يعني في أعمال كثيرة وفي أمور صحية شغلت لك بيلك ما بتهتم بحدا من لإلك أو بتهتم لأحد من أكاربك من عيقتك أو لإلك أو عندك زيارات تطمن على حدا بس أنا بقول لك عند المسأ بدك تنتبهن من المواجهات وتعيد النظر بأي شيء لأنه ما بنسبك الأمر ببرج الأسد بكون بمواجه معك وأنت الحلقة العضاء أما مولود برش الحود أنت من الأبراج السعيدة بتكون نهار مفعم بالحياة وبالنشاط وبالأمور العاطفية وبالشراء وبالبيع وكل الأمور بدأت تكون لصة الحق يعني أنا بقول لك يا مولود برش الحود يمكن تلقى هدية يمكن يكون عندك دعوة ولكن عند المسأ فيه شغلة بال بأمور تتعلق بعمل أو خبرية حلوة تتلقاها من عملك وهيك بنكون نهاينا الأبراج لهيدا النهار ودايما برشك مع رلا أحلى أكيد شوفكم على خير شكرا